ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية المدمرة التي اكتاحت بلدة قريبة من العاصمة الفنزولية كاراكاس إلى خمسين قتيلا وقالت وزارة الداخلية الفنزولية إنه تم نشر نحو ثلاثة ألاف ومئتي شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ والتطهير بالبلدة وتسببت أنطار غزيرة غير معتادة السبت الماضي في فيضان نهر رئيسي وعدد جداول مائية في بلدة لاستيجرياس التي يقطنها قرابة خمسين ألف شخص وتقع في الجبال قرب العاصمة كاراكاس